وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 84 في سنة 2016 بانشاء وتنظيم مركز الاتصال الوطني جاء فيه المادة الاولى ينشأ مركز يسمى مركز الاتصال الوطني يتبع الوزير المعني بشؤون الاعلام المادة الثانية يهدف المركز الى توحيد الخطاب الاعلامي الحكومي وفق منهجية عمل واضحة يكون من شأنها ارساء دعائم الخطاب الاعلامي الحكومي بما يتضمنه من خطط وبرامج واضفاء الطابع المؤسسي عليه واتاحته للمعنيين به بما يعبر عن الواقع على المستويين المحلي والدولي كما يهدف المركز الى تحقيق التميز في الاتصال عبر كافة الجهات الحكومية والتعريف باولويات الحكومة عن طريق قنوات الاتصال المادة الثالثة يباشر المركز كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق اهدافه وبوجه خاص ما يلي وضع خطط واستراتيجيات للخطاب الاعلامي الحكومي والاشراف على تنفيذها وتطويرها كلما لازم الامر وتنسيق المهم التنفيذية لاستراتيجية الاتصال والاعلام الحكومي لكافة الجهات الحكومية ثانيا ادارة عمليات وانشطة الاتصال الاعلام في اوقات الازمات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الرئيسية ثالثا الاشراف على التطوير المهني وبناء قدرات موظفي وفرق عمل الاتصال والاعلام في كافة الجهات الحكومية وتقديم الدعم لها حسب الحاجة بالتنسيق مع الجهات المعنية رابعا وضع آلية تضمن تكامل الاجهزة الاعلامية الحكومية من حيث التخطيط والتنسيق والتنفيذ خامسا وضع آلية تضمن الاخذ بزمام المبادرة من خلال التنسيق المشترك مع جميع الجهات الحكومية والجهات المعنية لاعداد المحتوى الاعلامي بكافة اشكاله واتاحة الخطاب الاعلامي الحكومي المعبر عن الواقع للمعنيين به على المستويين المحلي والدولي سادسا وضع الآليات المناسبة لرصد وتجميع وتحليل الأخبار والمعلومات والبيانات حول مملكة البحرين في الداخل والخارج تمهيدا للتعامل معها من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحكومية سابعا بناء علاقات مستمرة مع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية ثامنا الإشراف على تحسين منصات ووسائل التواصل الاجتماعي لكافة الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المختصة تاسعا وضع برامج اتصال فاعلة تغطي المبادرات الحكومية المادة الرابعة يكون للمركز رئيس تنفيذي ويكون للرئيس التنفيذي نائب له من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز ويعين الرئيس التنفيذي ونائبه بمرسوم ويكون الرئيس التنفيذي مسؤولا أمام الوزير المعني بشؤون الإعلام عن سير أعمال المركز ويتولى بوجه خاص اختيار الموظفين بالمركز وإفادة مندبين عن المركز لحضور المؤتمرات واللقاءات الدولية والإقليمية والقيام بزيارات العملية والعلمية في الداخل والخارج في مجال العمل الإعلامي الحكومي المادة الخامسة تكون يتكون المركز فضلا عن الرئيس التنفيذي ونائبه من الإدارات الآتية إدارة الرصد والتحليل إدارة الاتصال والعلاقات الإعلامية إدارة المكتب الإعلامي إدارة التخطيط الاستراتيجي إدارة الإعلام الرقمي ترجمة نانسي قنقر